سابعا كلف حداد معاونه بإعداد قطع من الحديد تتكون كل منها من ثلاثة أنصاف دوائر حسب الرسم التالي ليزخرف بها بابا أحسب قيس طول القضيب الحديدي اللازم لصنع قطعة واحدة الإجابة قيس طول القضيب الحديدي اللازم لصنع قطعة واحدة 16 في 3.14 على 2 يساوي 25.12 سنتيمتر أو يمكن حسابها كالآتي 5 في 3.14 على 2 مع 7 في 3.14 على 2 مع 4 في 3.14 على 2 يساوي 7.85 مع 10.99 مع 6.28 يساوي 25.12 سنتيمتر سامنا أتأمل الرسم وأبحث عن قيس القوس الملون من هذه الدائرة الإجابة قيس القطر 2.8 في 2 يساوي 5.6 قيس المحيط 5.6 في 3.14 يساوي 17.584 سنتيمتر قيس القوس الملون قيس المحيط على 4 في 3 يساوي 17.584 على 4 في 3 يساوي 13.188 سنتيمتر تاسعا قيس طول عقرب الدقائق في ساعة حائطية 25 سنتيمتر ما المسافة التي يقطعها طرف هذا العقرب على ميناء الساعة في ساعتين ونصف؟ الإجابة محيط الميناء 25 في 2 في 3.14 يساوي 157 سنتيمتر المساحة المقطوعة 157 في 2.5 يساوي 392.5 سنتيمتر أوظف عاشرا يواضب الشيخ عبد الرحمن على الرياضة فيقطع على دراجته نفس المسافة ثلاث مرات في الأسبوع قيس شعاع عجلة الدراجة بالمتر 0.4 وتقوم في كل مرة بمعدل 7500 دورة ذهابا فقط أبحث عن قيس طول المسافة التي يقطعها اسبوعيا بحساب الكيلومتر الإجابة قيس قطر العجلة قيس قطر العجلة 0.4 في 2 قيس محيط العجلة في عدد الدورات في عدد مرات الذهاب والإياب في الأسبوع الواحد 2.512 في 7500 في 6 يساوي 113040 متر يساوي 113.040 كيلومتر يريد حفيده الهادي أن يرافقه في أحد الأيام بدراجة قيس شعاع عجلتها 0.3 متر أحسب عدد الدورات التي ستقوم بها عجلة دراجة الحفيد في ذلك اليوم الإجابة قيس قطر عجلة الحفيد 0.3 في 2 يساوي 0.6 متر قيس محيط عجلته 0.6 في 3.14 يساوي 1.884 متر قيس المسافة التي يقطعها الجد في اليوم الواحد بحساب المتر قيس محيط العجلة في عدد الدورات في عدد مرات الذهاب والإياب في اليوم الواحد 2.512 في 7500 2 يساوي 37.680 متر عدد الدورات التي سيقوم بها الحفيد قيس المسافة على قيس محيط عجلته يساوي 37.680 على 1.884 يساوي 20.000 متر أقيم مكتسباتي 11 يمثل الرسم التالي تصميما لطاولة اشترتها السيدة محبوبة فكرت في أن تخيط لها غطاء دائريا يتدلى 25 سنتيمتر من كل النواحي وأحاطته بسفيفة للسيدة محبوبة ثلاث قطع سفيفة من نفس النوع وفقا لما يبينه الجدول التالي قطعة السفيفة قيس طولها السفيفة الأولى 2.8 متر السفيفة الثانية 35 ديسيمتر السفيفة الثالثة 95 سنتيمتر هل تكفيها القطع الثلاث لإحاطة هذا الغطاء؟ أعلي الإجابة الإجابة قيس قطر الطاولة 2 سنتيمتر في 50 في 2 يساوي 200 قيس قطر الغطاء قيس قطر الطاولة مع 25 في 2 يساوي 250 سنتيمتر محيط الغطاء 250 سنتيمتر في 3.14 يساوي 785 سنتيمتر طول القطع الثلاث من السفيفة بالسنتيمتر 280 سنتيمتر مع 350 سنتيمتر مع 95 سنتيمتر يساوي 725 سنتيمتر إذن لا تكفيها لأن 725 أصغر من 785 تجليز وبإذن لها قيس قطر الثلاث تجليز تجليز إذن لها إذن لها تجليز وديو أصغر أصغر تجليز مني